إذن الآن خلينا نكمل إلى المستخدمين طبعا في الفيديوهات السابقة تكلمنا على عمليات التحليل مبدئيا وأخذنا مثال واحد فقط أنه من خلاله عملنا مع الشارت وشرحنا كيفية التعامل مع الشارت وتصميمه فمجرد أنه أنت تعكس هذه العملية مع بيانات ريتمثلة على شكل شارت طبعا ما راح أبدأ أكرر هذا الشيء يأخذ من عندنا وقت والعملية مبسطة في الفيديوهات السابقة من حيث عملية الإضافة وعملية التخصيص مبدئية ولكن للمعلومة أنه تستطيع الآن إضافة ديون يعني عمليات التسديد على العملة وديون الموردين وأيضا عمليات التسديد على الموردين بالطريقة اللي احنا ضفناها سابقا وأيضا يمكن أنه أنت تتفرد في إضافة بعض الشارتات الأخرى ضمن فترات زمنية مثلا في الشهر كم الديون أو مثلا في الأسبوع وهكذا فالآن خلينا نضيف الصفحة الخاصة في المستخدمين طبعا مثل ما تعرف أن الصفحة الخاصة في المستخدمين إذن هي صفحة بتجي تناول لك عمليات إضافة حذف تعديل ولذلك راح أبدأ أخذ أستنسخ أحد الصفحات سواء كان عندك الكاستمر أو السبلاير عن نفسيتها أبدأ أخذ هذه الكاستمر أخذها كابي ونزل بيج هو نظم الصفحات وأبدأ بتغيير الاسم الخاص فيه فنخليه هنا يكون هو عبارة عن يوزر ثم بعد ذلك أبدأ أخذها للإسم كترال سي وأكليك كي منع لي وعملي view على الكود وأقوم بتغيير اسم الكلاس هنا إلى بيج يوزرز وأيضا هنا على البيج يوزرز في كونستركتر أبدأ الكلام عكسة على ديزاينر أفتح أبدأ أفتح الديزاينر وأقوم بتغيير اسم الكلاس أيضا إلى يوزرز أوكي الآن أبدأ بإضافة الصفحة الخاصة في الإضافة أي صفحة هنا تحب أن تستخدمها سواء كانت كاستمر أو سواء كانت سبلاير بطبيعة الحالة تحتوي على نفس الوظائف فأبدأ أخذ الكاستمر أخذ كابي وأبدأ نزله هنا بيست ثم على ذلك أبدأ أدخل عليه بهذا الشكل وأبدأ أقل له add is add users أوكي وأبدأ أخذ هذا كابي أدخل داخل الكود قم بتغيير اسم الكلاس والكونستركتر مشهيد الفئة أيضا بنفس الوقت وأرجع مرة أخرى على ديزاينر وأبدأ بتغيير اسم الكلاس الخاص في الديزاينر أيضا أوكي نقل له هنا save الآن أبدأ أرجع على الصفحة الرئيسية اللي هي main or root page هنا ثم على ذلك أبدأ أعمل implement للمستخدمين ثم تعرف هذا btn user إذن أبدأ أخذ الجزء الخاص في التحليل هذا أخذ كابي ثم بعد ذلك أتيجو هنا على المستخدمين أعمل ال event الخاص فيه وأبدأ أنزله paste وبعد ذلك راح أبدأ أقل له عدي إيش عدي ال page الخاصة في اليوزر أوكي وأبدأ أعمل لإنيشيات من عنده وأبدأ أعرضه أوكي فأوكي هذا بالنسبة لعمليات السنساخ بالنسبة للمستخدمين مبدئيا فطبعا تحتاج أنه تأخذ بعض الأمور نظريا عن المستخدمين مثل ما تعرف أن المستخدمين الفائدة الرئيسية من عدهم أنه هو أن البرنامج الخاص فيك تكون إلى صلاحيات يعني شخص يكون مسؤول عن الموردين شخص يكون مسؤول عن العملاء شخص يعني في صلاحيات وعملية تحديد الصلاحيات ضمن البرامج البزنس بطبيعة الحال تكون بطرق مختلفة إما أنه أن تتحدد الصلاحية كتكون static ثابتة يعني على سبيل المثال يكون المدير إلى مجموعة من الصلاحيات أن تتحددها برمجيا أوكي وأما بالنسبة للمستخدم بدرجات مختلفة أيضا يكون إلى صلاحيات أنت تعطيها برمجيا تبقى شغلة أخرى أنه أنت تقول أوكي أنا لا أريد أسوي البرنامج مالتي مفتوح بحيث أنه أي event أو أي action موجود عندين هاي عملية يقوم بها المستخدم تكون ضمن صلاحية وطبعا هذا شيء ممتاز لكن إحنا البرنامج الخاص فينا يعني بسيط مجرد موردين عملاء تقارير تحليم نفترض فرضيا نقول أنه الادمن أو المدير يستطيع الولوج لجميع جزئيات البرنامج أما بالنسبة للمستخدم على سبيل المثال ما نخليه يدخل على المستخدمين أوكي ولا نخليه أنه هو على سبيل المثال يأخذ تقارير أو يتصفح بعض الأمور يعني بهذه البساطة أنا راح أبدي أعمل التالي أقول أنه المستخدم العادي ما راح أبدي أخليه يدخل على المستخدمين أقول له أوكي أنه في حال كون الرول هي مستخدم يعني بأي كاركتر يمكن تستخدمها فأوكي أن المستخدمين أخفيها لي إما أنت تبدي بلغاها أو أخفيها طبعا أخفيها هو الخيار الأفضل لعمليات التصميم بطبيعة الحال أو لا تقول أوكي أنا أريد أبدي أضيف كل هذه البراميترات يعني أي مستخدم أبدي أحدد للأمور اللي يستطيع أنه يصل إلها وبالتالي نفس الطريقة أنه أنت تضيف هذه الصلاحيات مع جدول المستخدمين نقول مثلا المستخدم المعني أنه أعلم له صحة للرئيسة على الموردين العملاء التقارير على عدد الصفحات اللي موجودة عندك تبدي تحفظها داخل قاعدة سبيانة وتعكسها أثناء عملية تسجيل الدخول